شوف سيدي احنا يعني أصلا يعني كقطاع تعليم الخاص ملتزم بتعليمات الدولة والحكومة جميل يعني هم يعني ارتأوا أنه المصدح تتطلب أن تكون الدراسة عن بعد ما عنا مشكلة في ذلك لكن في المقابل في عنا كثير من التفاصيل يجب طرحها زي ونحكيها بشفافية مطلقة وحتى تصر سالة واضحة هناك أعداد من العاملين في المدارسة الخاصة لا لزومة لهم لأنهم لا يقومون بعملية التدريس لأننا معلمين ومعلمات بيأدوا رسالة من خلال منصات الآن من المدرسة الآن الآن كل الجهاز التعليمي الكادر التعليمي يعطي الحصص من داخل المدرسة عبر منصات جيدة ومتازة وتواصل موجودة لكن في عنا فئة من أولياء الأمور مصر على إرسال ابنه إلى المدرسة مصر إصرار كبير وحصل أنا عندي حادثة حادثة وصلتني أن أحد أولياء الأمور أرسل أطفال واثنين إلى مدرسة خاصة اضطرنا نخاطب وزارة التربية والتعليمي وإدارة التعليم الخاص بأن هذا يقحمنا في إشكالية لأن هذا يتعرض ويخالف أمر الدفاع وإن لم يحل هذا الموضوع سنخاطب محافظة العاصمة هذا لأن هناك يقول لك أنا ما عندي ناس في البيت لا أنا ولا زوجتي أنا وين أخلي هذا الطفل إذن هلأ نحكي عن مشكلة هلأ مشكلة هاي وحدة حصلت لكن ممكن تحصل في أكثر من مدرسة وأكثر من قطاع فالتعليم عن بعد هو بيأدي رسالة نسبتها ثمانين في المئة بيأدي رسالة لكن في عقبات أمام هذا التعليم عن بعد أنت قلت لي في ناس منهم مش لزوم نعم في ناس منهم مش لزوم يعني اللي ما قلوه عمل يعني نأخذ مثلا إحنا السائخين نأخذ الإداريين نأخذ مثلا عمان مضاق شو بدك فيهم شو تسوي فيهم هذول ملزم ملزم المدرسة الخاصة بدفع مستحقات ومرواتهم يعني حتى إشعار آخر يعني حتى نهاية العقد حتى حسب تعليمات الحكومة شايف عرف كيف إحنا حتى نعوذ هذلك إحنا نطالب بأن يكون هذا القطاع من أكثر القطاعات تضررا يعني إحنا ما نطالب شيء حتى يبقوا هذول على رأس العمل لأنه إنت الآن زي ما حكت الأخت قبل قليل النسبة كبيرة من المدارس الخاصة في المحافظات أقصاطها شهرية والآن لأنه التعليم عن بعد انتقل في مرحلة ما إلى التعليم عن طريق درسك ففضل هو يروح على التعليم عن درسك الآن إحنا يعني ما بدي أحكي في الأمور المالية وحكينا فيها كثير شايف لكن الظروف أجبرت الأطراف كلها إنها تتعايش مع هذا الضرب لكن إحنا ما عنا قدرة على الاستمرار في ظل هذه الجائحة في مدارس خاصة ما بتحصل عن مالها الأجور أكيد طيب أنا أجل أجول مدارس الخاصة الـ 15% وما إلى ذلك في المحور الأخير ما أدخل فيها الآن حقوق العاملين والعملات وذكرت الدكتورة سلمة بوضوح هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر